موسيقى الرئيس العالمي يهني بذكرى استقلال السودان ويهني بالعيد الوطني الكوبي موسيقى اللواء الزبيدي يطلع على التحديثات التي شهدها قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي موسيقى وزير النفط يطلع على أوضاع مكتب الوزارة بساحل حضراموت ويتفقد منشأة الغاز ببروم ويستعرض الدراسات لإنشاء مشروع منشأة بروم النفطية موسيقى محافظ حضراموت يهني التضامن والشعب لتأهلهما للمربع الذهبي موسيقى وكيل الواضي يدشن قرعة بطولة كأس حضراموت في نسختها الثامنة موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة عاد بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العالمي برقية تهنيئة إلى أخيه الرئيس الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده الشقيقة وأعرب العالمي باسمه وأعضاء المجلس عن أصدق تهنيه وأطيب تمنياته للرئيس البرهان بوافر الصحة والسعادة والشعب السوداني الشقيق السلام والأمان والاستقرار موشيدا بالموقف السوداني المشرف إلى جانب الشعب اليمني وقيادة سياسية ضمن تحالف دعم الشرعية وبالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين بعت رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنيئتين للرئيس مغيل دياز رئيس جمهورية كوبا الصديقة وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده الصديقة وأعرب العليمي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تهنيه للرئيس بغيل دياز وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة للشعب الكوبي الصديق كل التقدم والرخاء واللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيد من النماء والإزهار قام اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة فقدية لقطاع الإذاع والتلفزيون الجنوبي بالعاصمة عدن وفي مستهل هذه الزيارة عقد اللواء الزبيدي اجتماعا برئاسة القطاع ومديري الإدارات مستمعا منهم إلى شرح مفصل عن أعمال التحديث والتطوير الذي يشهدها القطاع في إطار الجهود التي تبدلها رئاسة القطاع لمواكبة التطور المتسارع للفضاء الإعلامي إقليميا ودوليا كما طلع اللواء الزبيدي خلال الاجتماع على خطط القطاع للعام الجديد مشيدا بالجهود والإنجازات الملحوظة التي يشهدها القطاع بشكل عام عقب ذلك طاف اللواء الزبيدي بإدارات وقسام القطاع مطلعا على سير العمل فيها ونوعية الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تم دخالها مؤخرا لرفع جودة المحتوى المقدم للمشاهد الجنوبي إذاعيا وتلفزيونيا اتخذ المكتب التنفيذي لمحافظ محافظة مأرب في اجتماعه الاستثنائي برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة المحافظة اللواء سلطان العرادة عددا من القرارات والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات السعرية وتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة الشرعية والتي في مجملها تخدم المصلحة العامة والاقتصاد وتعزز من الإرادات وأقر المكتب التنفيذي ضرورة مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية بالمحافظة وكلف شركة النفط بسرعة وضع الآلية الكفيلة بذلك وتنفيذها مع كافة الجهات المختصة المساندة لها وأشهد المكتب التنفيذي بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة مؤكدين وقوف المكتب التنفيذي خلفهم ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والإنسانية والدستورية والقانونية التقى الأستاذ علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضر موت محمد الزبيدي واطلع الكثير خلال اللقاء على مجمل الأوضاع العامة والمستجدات بالمديريات وادي وصحراء حضر موت وسير عمل الهيئات التنفيذية في المديريات بالإضافة إلى خطة الهيئة للعام الجديد والتي تضمنت أهدافا استراتيجية ومشاريع وبرامج تخدم المواطن في وادي حضر موت وتلامس احتياجاته ناقشت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن اللجنة الاشرافية للحماية الاجتماعية في اجتماع لها برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري المسودة الخاصة بواقع الحماية الاجتماعية وتحليل الفجوة المقدمة من اليونسيف وأكد الوزير الزعوري خلال الاجتماع على أهمية تطوير الإطار الاستراتيجي للحماية لمواجهة التحديات التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ومراجعة النسخة المعدلة لتحليل الفجوات واغنائها بالبيانات والإحصاءات للوصول إلى تحليل استراتيجي للوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية وكذلك المناطق المحررة مستمعا إلى ملحظات الأعضاء وتصورات ومقترحات ممثل الوزارات والمؤسسات الحكومية على مسودة تقرير خارطة الحماية لتحقيق منهجية سليمة تشمل كل تفاصيل واقع الحماية من بيانات وجداول ومعلومات وإحصائيات ترأس وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ محافظة أرخب لسقطر رأفة التقلي اجتماعا موسعا لمدراء المكاتب التنفيذية ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بالمحافظة وذلك لمناقشة أوضاع المكاتب والصعوبات التي تواجهها وسبل الارتقاء بآدائها وأوضح الوزير الإرياني إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير الأداء ومتطلبات وهموم المحافظة في الجوانب المتعلقة بعمل الوزارة مشيدا بجهود السلطة المحلية بقيادة المحافظة التقلي ودعمه للمكتب التنفيذي والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وفي الجانب الإعلامي والثقافي والسياحي رغم شحة الإمكانات كما أكد الوزير الإرياني إن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ستبدل كل جهدها لإسناد المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية ما يجعلها متكاملة وقادرة على القيام بمسؤولياتها ومهامها وأبرز ما تتميز به هذه الجزيرة قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومعه قائد قوات الواجب 808 للدعم والإثناد بسقطرة العميد ركن منيف المطيري بزيارة لمشروع محطة الكهرباء بمدينة حدوب عاصمة محافظة أرخب لسقطرة وأطاف الوزير الإرياني والعميد المطيري بإقسام المشروع المختلفة مستمعين إلى شرح مفصل عن مراحل وإنشاء والتجهيز كما قام الوزير الإرياني والعميد ركن المطيري بزيارة المشروع المياه بمدينة حدوب الذي نفذه البرنامج السعودي وقال الوزير الإرياني إن هذا الدعم إنما هو تعبير عن العلاقات الاستثنائية بين البلدين الجارين الشقيقين وتجزيد المواقف الأخوية النبيلة لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بالمكلة على أوضاع واحتياجات مكتب الوزارة بساحل حضر موت وجاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع بحضور أمين عن محل حضر موت صالح العمقي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق واستمع الوزير الشماسي إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المكتب والعمل على معالجتها بما يضمن تفعيل دوره مؤكدا حرص الوزارة على إعادة نشاط المكتب ومعالجة الأوضاع الموظفي وفي ذات السياق تفقد شماسي ومعه العمقي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية موقع الخزانة الاستراتيجي للغاز بمنشؤة بروم واستمع الوزير الشماسي من مدير إدارة منشأة بروم للغاز المنزلي عارف الخليفي لشرح عن وضعية تركيب الخزانات التي تم فيها مراعاة منظومة السلامة والأمان استعرض وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بمبنى شركة النفط بالمكلة الدراسات الأولية لإنشاء مشروع منشأة بروم النفطية الحيوية واطلع الوزير الشماسي خلال الاجتماع على التفاصيل وعروضات الدراسات الأولية للمشروع مستمعا من المهندسة فائزة بن ثابت على مكونات مشروع المنشئة التي تضم عدة خدمات أساسية مزودة بمنظومة متطورة ومتكاملة لأمن والسلامة المنشئة كما أوضح الشماسي إن مشروع منشأة بروم النفطية تكتسب أهمية كبيرة وسيساعد على نقض خزانات الوقود من منطقة خلف بمدينة المكلة الآهلة بالسكان إلى موقع المنشئة التي يتميز بموقعه الأكثر أمانا وبعيدا عن مساكن المواطنين هنم محافظ حضر موت الأستاذ مبغوط مبارك من ماضي لاعبي وإدارتي نادية التضامن والشعب لتأخلهما إلى المربع الذهبي البطولة الدرجة الأولى لكرة القدم وأشاد المحافظ بأذى فريقي الشعب والتضامن خلال الدور الذي احتضنته مدينة سيئون وصنعاء مؤكدا أن التأهل كان ناتجا لمجهود اللاعبين والجهازين الفنيين وإخلاص إدارتي الناديين ومساندة جماهيرهم الرياضية العرضة وقال المحافظ أن التأهل يأتي في سياق اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الرياضي والشبابي والتزامن مع إجراء قرعة بطولة كأس حضر موت في نسختها الثامنة التي أجريت بمدينة سيئون كما أثنى بن ماضي على أداء فريق نادي سلام الغرفة في البطولة والبقى بين الكبار ومشاركة نادي سمعون بالشحر وحرصه على هذه المشاركة دشنا وكيل محافظة حضر موت لشؤ مديرية الوادي والصحراء عامر العامري بمدينة سيئون فعليات إجراء القرعة للأندية المشاركة في بطولة كأس حضر موت بنسختها الثامنة وفي التدشين قال وكيل المحافظة بتدشيننا للنسخة الثامنة لبطولة حضر موت كأن حضر موت قاطبة تقول بين ثمانية عوام من الحرب تأبى حضر موت خلالها إلا أن تكون مشروع سلام وحياة وبناء ومن الرسالة التي أوصلتها حضر موت من خلال نهائي كأس حضر موت النسخة السابعة خير دليل على ذلك مؤكدا تقديم السلطات المحلية كافة وجه الدعم اللازم للنجاح البطولة وبدوره أشار رئيس اللجنة الرئاسية للبطولة سعيد بايمين إلى أن النسخة السابعة حققت نجاحا على كافة الأصعدة أرسلت لجنة المناقصات بوادي والصحراء حضر موت في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري مشروع التوريد قطاع غيار لمحركات نقاط اليابانية بمحطة قريول كهربائية كما أقرت اللجنة إعادة إعلان مناقصة لمشروعين آخرين بقطاع الكهرباء لعدم استيفاء العروض المقدمة للشروط الفنية اللازمة وذلك حسب تحليل اللجنة الفنية المختصة وناقشت اللجنة بحضور مدير عام مؤسسة الكهرباء منطقة وادي وصحراء حضر موت المهندس خالد باحريش والمختصين الصعوبات التي تعترض سير عمل مشروع توصيل التيار الكهربائي بالقائمة بمديرية العبر مستمعا إلى تقرير قدمه مدير عام مؤسسة كهرباء على مستوى الإنجاز في المشروع التي تم إرسائها لتعزيز شبكات النقل والتوزيع والمعوقات التي تحد من سرعة إنجاز والمعالجات المتخذة لتجاوزها شهد وكيل حضر موت لشوم مديرية الوادي والصحراء عامر العامري بدئي أعمال وضع طبقة الخلطة الإسفلتية بشارع الجزائر بمدينة سيئون واستمع وكيل المحافظة من مقاول المشروع والمهندسين إلى المخطط الزمني لإكمال العمل بشارع الجزائر وأشار الوكيل العامري إلى أن المتابعة المستمرة تامي قبل قيادة السلطة المحلية بوادي والصحراء حضر موت للمشروع تأتي كونه ذو أهمية كبيرة لمدينة سيئون اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد للشؤون الشباب أفهم باظاوي على سير العمل الصحفي والتجاري في مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر والدور الذي تطلع به المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الإعلامية الرائدة في حضر موت وطاف الوكيل باظاوي بإدارات وقسام المؤسسة المختلفة مستمعا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس خميس بافطيم إلى شرح مفصل حول نشاط المطبع وانتظام صدور صحيفة الثلاثين من نوفمبر اسبوعيا والصعوبات التي تواجه المؤسسة ومنها مناقشة سقوط الأسقف في المبنى القديم والبدء بالانتقال إلى المبنى الجديد بمنطقة فوى غرب المكلة ناقش تنفيذ الشحر في دورته لشهر ديسمبر 2023 المنعقد برئاسة عادل باع كابا المدير العام لمديرية الشحر تقرير تقييمي عن سير تنفيذ مشاريع خطة التنمية ونشاط مكتب التخطيط والتعاون وخطة اجتماعات المكتب التنفيذي للعام الجاري وناقش الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة في الجدول وأهمها المحضر السابق وما تم تنفيذه من قرارات وتكاليف بالإضافة إلى تقارير الدورة الحالية داعيا إياهم لتقديم مزيدا من الجهود الرامية لتحسين أداء خدمة المكاتب المديرية كما خرج المكتب التنفيذي بجملة من التكاليف منها الرفع بالخدمات وأساساتها وإدراجها ضمن بنوذ أي مشروع يتم تنفيذه بالمديرية وتسليم كافة المستندات والمخططات التي خارج مكتب الهيئة كما تفعيل القرارات السابقة بالتحويل الملاعب الكبيرة باسم مكتب الشباب والرياضة وسرعة استكمال إجراءات المصالح العامة بالإضافة إلى تنفيذ حملة رش وتسميم للكلاب وتكليف إدارة الميناء بمتابعة استخراج إعلان قضائي بتصفية حوض الميناء من القوارب المعيقة لعمل الميناء دشن المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بايعشوت ومعه مدير مشروع النظافة بالمدرية المهندس حيدر العطاس حملة النظافة النسائية التطوعية بحي أربعين شقة وتهدف الحملة إلى القيام بأعمال نظافة للشوارع الداخلية بحي أربعين شقة وأشاد العميد بايعشوت بالحملة وأهميتها في دعم مجال النظافة بالمدرية أملا أن تكلل هذه الحملة بالنجاح وأن تحد بقية أحياء السكنية حدو حي أربعين شقة من أجل الحفاظ على نظافة مدينة المكلة وجه رئيس اللجنة التحضيرية لإحياء يوم حضر موت الوطني الذكرى العاشرة للهبة الشعبية الحضرمية القاضي أكرم العامري التحية والشكر لكل من أسهم في إنجاح فعاليات إحياء يوم حضر موت الوطني الذكرى العاشرة للهبة الشعبية الحضرمية وإظهارها بالمستوى المشرف واللائق بها وأعرب القاضي العامري في رسالة وجهها لأبناء حضر موت في عموم المدريات والمناطق ورئيس وعضاء رئاستي حلف قبائل حضر موت ومؤتمر حضر موت الجامع وعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة ورؤساء ونواب وعضاء الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضر موت الجامع في المدريات عن الشكر التفاعل الجماهيري الكبير مع جميع الأنشطة والفعاليات التي شهدتها حضر موت من مختلف مدرياتها بهذه المناسبة الغالية ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر ووكيل أول المحافظة العميدة الدكتور مختار الجعفري اجتماع المكتب التنفيذي الختامي للعام 2023 واناقش الاجتماع عددا من التقارير لمكاتب التعليم العالي والمهني والأشغال العامة والطرق والمالية والمؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة الطرق والجسور والصناعة والتجارة وعدد من الإدارات بديوان عام محافظة المهرة وأقر المكتب في اجتماعه تشكيل لجنة من الجهات المعنية للاطلاع على مشكلة اطفاءات التيار الكهربائي المتكررة وسرعة وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها أقامت جامعة المهرة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان التعليم والتنمية المستدامة وأكد الدكتور أنور كلشا تهمية المؤتمر العلمي في تحقيق أهداف الجامعة العامة لافتا إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه يقام بمحافظة المهرة تحت مضلة جامعتها وبمشاركة جامعات دولية من جانبه جدد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر دعم السلطة المحلية بمحافظة المهرة وتقديم التسهيلات الممكنة للمؤتمر العلمي مؤكدا بأن التعليم هو مفتاح التنمية والنهضة للشعوب افتتح الوكيل المساعد للمحافظة شبوى فهد التوسلي بمركز المحافظة بمدينة عتق فرع البنك القطيب الإسلامي للتمويل الأصغر وذلك في إطار خطة البنك لتوسيع شبكة فروعه بالمحافظات ورحب الوكيل فهد التوسلي بافتتاح فرع البنك بالمحافظة مطلع العام الجديد لافتا بنوعية خدماته المصرفية والمالية منوها بمواكبتها للنهضة التنموية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المحافظة في عهد محافظة الشيخ عوض ابن الوزير مؤكدا دعمه لمختلف الاستثمارات فيها وحرصه على رعايتها وتوفير مقاومات النجاح لها وبدوره عبر رئيس قطاع الدعم التمكين في البنك محمد بن غرامة عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك بمحافظة شبوى دشنت قيادة محور تعز بمقر قيادة الشرطة العسكرية العام التدريبية القتالي والعملياتي والمعنوي للعام 2024 وأكد وكيل المحافظة للشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري خلال التدشين على أهمية العمل جنبا إلى جنب مع الجيش والأمن من أجل فك الحصار عن تعز وتحرير المحافظة من الماليشية الحثية ونقل رئيس أركان محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي للحضور والمقاتلين المرابطين في الجبهات تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس العالمي مجددا العهد بالولاء لله والوطن والعمل من أجل تحرير تعز وكل شبر من الوطن أعلن مسامعا إجمال الألغام والعبوات الناسفة والدخائر غير المتفجرة التي نزعتها فرقه الميدانية من مناطق يمنية عدة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وذكر المشروع في بيانه إن فرق إزالة الألغام التابعة له أزالت ثلاثة آلاف وخمسة عشر لغما أرضيا وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة مبينا إن الفرق أزالت الأسبوع الماضي سبعمائة وتسعة عشر لغما أرضيا وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة منها ستمائة وخمسة عشر دخيرة غير متفجرة ومائة واثنين لغم مضاد للدبابات ولغمين مضادين للأفراد وذلك منذ بداية الشهر وأزال فريق إزالة الألغام التابعة لمشروع مسام الفين وخمسمائة وخمسة وعشرين دخيرة غير متفجرة واربعمائة واربعة واربعين لغما مضادا للدبابات فيما بقية الحصيلة تنوعت بين ألغام مضادا للأفراد وعبوات ناسفة تم زرعها بالأراضي اليمنية حذرت الأمم المتحدة من إنجرار اليمن إلى حرب إقليمية جراء استمرار هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر مشيرة إن تلك العمليات تهدد بمزيد من التصعيد إضافة إلى عواقب سياسية واقتصادية خطيرة محتملة على الملايين باليمن والمنطقة وقال الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط قالد الخياري خلال جلسته لمجلس الأمن أن التهديد الحوثي المستمر للملاحة البحرية يشكل مصدر قلق متزايد وينذر ذلك بتداعيات محتملة على نطاق عالمي مع تأثر سلاسل الشحن داعينا إلى وقف مواصفه بالتصعيد ووقف الهجمات والتهديدات حتى تتمكن حركة المرور عبر البحر الأحمر من العودة إلى حالتها الطبيعية مع تلافي خطر جرار اليمن إلى حرب إقليمية استشهد 21 مواطنا وأصيب العشرات بجروح جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة ففي مخيب المغازي وسط قطاع غزة استشهد 15 مواطن وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في منطقة بئر النعجة غرب جباليا استشهد ستة مواطنين في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة منازل وأصيب عدة مواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة زويدة كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مناطق شمال مدينة غزة ومخيمات الوسط أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب بالغطاع إلى 21.978 شهيدا و57.697 مصابا وقال المتحدث باسم الوزارة إن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلفت 156 شهيد و246 إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية وتتواصل الاجتباكات في قطاع غزة لليوم السابع والثمانين بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع وسط كارثة إنسانية متفاقمة وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة هز زلزال قوي بلغت قوته سبع درجات وسط اليابان مما أدى إلى تسونامي في إطلاق تحذير من مناطق واسعة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد واتصل أمواج التسونامي إلى جسر هاجيورا بمدينة تويومة بعد الزلزال القوي بقوة 7.6 الذي يهز اليابان المشاهدون الأكارم النشر انتهت فتذكير بأبرز العنوين الرئيس العالمي يهني بذكرى استقلال السودان ويهني بالعيد الوطني الكوبي اللواء الزبيدي يطلع على التحديثات التي شهدها قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي وزير النفط يطلع على أوضاع مكتب الوزارة بساحل حضر موت ويتفقد منشأة الغاز ببروم ويستعرض الدراسات لإنشاء مشروع منشأة بروم النفطية محافظ حضر موت يهني التضامن والشعب لتأهلهما للمربع الذهبي وكيل الوادي يدشن قرعة فطولة كأس حضر موت في نتختها الثامنة المشاهدون الأكارم وإلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية من قناة عاد طبتم وطاب توقاتكم وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة